بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كنت قد تحدثت في اللقاء الماضي عن أسس بناء المجتمع الإسلامي ووضحت نظرة الدين الإسلامي إلى تلك الأسس وكيف أنه ساوى بين أفراد المجتمع المسلم وعاملهم على أنهم من أصل واحد وأنهم في الثواب والعقاب سواء وأن معيار التفاضل بين أفراد المجتمع المسلم هو التقوى لا غير أما في هذه الدقائق فسأتحدث بإذن الله تعالى عن منهج بناء المجتمع المسلم ومميزات هذا المنهج فأقول وبالله التوفيق إن المتأمل في منهج بناء المجتمع المسلم يدرك سر عظمة هذا الدين فهو منهج فريد عجزت الحضارات قديما وحديثا عن الرصول إليه وما أحوجنا اليوم بل ما أحوج العالم بأسره إلى مثل هذا المنهج العظيم ليعم الرخاء ويسود الأمن جميع أرجاء الدنيا لقد سلك الإسلام منهجا قويما في بناء المجتمع الإسلامي وذلك من خلال الكتاب والسنة التي أقرت وأوجبت مبادئ كثيرة لا غنى لأي مجتمع عنها لكنني قبل أن أتحدث عن تلك المبادئ سأتكلم عن الالتزام بالكتاب والسنة ومحتواهما الذي يتضمن هذه المبادئ الأساسية لبناء المجتمع المسلم فأما عن كتابنا المقدس وهو القرآن الكريم فإن الله تعالى يقول في شأنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويقول جل وعلا وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ولو تأملنا النصوص وجدناها تحث على الالتزام بالقرآن العظيم قولا وعملا ومنهجا وسلوكا فهو الكتاب الذي أنزله الله على عبده ليكون للعالمين نذيرا فيه قصص السابقين وأخبار اللاحقين وفيه الأحكام المنظمة للحياة فيه الهدى والرشاد وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم وهو الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم نعم هذا هو القرآن الكريم وإذا كان القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي استمد منه المسلمون الأحكام لتنظيم الحياة فإن السنة النبوية توضح هذه الأحكام وتفصلها ولذا كان الالتزام بها أمر لا بد منه ولا يكتمل دين مرء إلا بالالتزام بها يقول الله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وقال صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي إذن فلا مجال للاستغناء عن القرآن الكريم والسنة النبوية في تنظيم شؤون الناس وحياتهم أفرادا وجماعات للضفر بخيري الدنيا والآخرة وللضفر أيضا بمجتمع سليم ينعم الفرد فيه بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة والرخاء والإخاء والود والصفاء وذلك لأن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تشتمل على كل الجوانب الكفيلة بتشكيل مجتمع رباني يتميز أفراده بالصلاح والاستقامة وتتوفر فيه الصفات المطلوبة لأي مجتمع ينشد السعادة والرقية والأمن ومن أهم تلك الجوانب أن فيهما إضاح للعقيدة السليمة الصحيحة الصافية التي تمنع الإنسان من الانحراف العقدي وفيهما بيان شامل وكامل للأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم لينتقل بها من الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة كما أنهما يشتملان على الأحكام العملية المتمثلة في الأحكام الفقهية من عبادات ومعاملات بجميع مجالاتها وهنا أشير باختصار شديد إلى بعض آثار الالتزام بالكتاب الكريم والسنة النبوية التي من أهمها التنظيم الدقيق للمجتمع وتماسك أفراد المجتمع والترابط والتآخي والتآلف والتعاون والتسامح وحقن الدماء وصون الأعراض وحراسة الأموال والمحافظة على العقول كما أن في الالتزام بهما الطمأنينة والأمان بإذن الله تعالى أما عن مميزات منهج بناء المجتمع المسلم الذي يعتمد على كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن له مميزات كثيرة أذكر منها القدرة على استيعاب واحتواء جميع المدنيات في جميع الأمكنة والأزمنة وأيضا القدرة على الاستمرار في كل الأزمان وكذلك القدرة على الثبات على اختلاف الأحوال بالإضافة إلى القدرة على التطور ومسايرة الواقع كما أن هذا المنهج يتميز بقدرته على مساعدة الفرد على التكيف مع بقية أفراد المجتمع الآخرين وتوجيه الأفراد إلى الاستقامة في السلوك وهو أيضا يهتم بإشباع حاجات الأفراد بما يتوافق ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وبهذا نستطيع القول أن المجتمعات الأخرى لم تستطح حتى الآن الوصول إلى مثل هذا التميز والتكامل في منهج البناء وصاحب الفطرة السليمة لا بد أن يتوصل بعد التأمل في منهج بناء المجتمع المسلم إلى أن هذا المنهج لا يكون إلا من عند خالق البشر سبحانه وتعالى لأن البشر مهما أوتوا من قوة ومعرفة وعلم وتقدم هم أعجز من أن يتوصلوا إلى مثل هذا فهذه الأنظمة البشرية والقوانين الوضعية تتبدل بين الحين والآخر وليست لها صفة الديمومة والاستقرار كما أنها لم تحقق ما كان يحلم به الإنسان من استقرار في شتى مناح الحياة فنراهم في تلك المجتمعات غير الإسلامية يتخبطون ويتناحرون ويقعون في الخطأ تلو الخطأ وسبب ذلك كله البعد عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء اللهم ثبتنا على دينك وانصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر